الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا وسهلا أبناء الأعزاء في هذه الحصة الجديدة والتي تتعلقنا طبعا بتقويم طبعا تقويم ودعم الوحدة الأولى التاريخ طبعا ها هو المرجع الجديد في الاجتماعيات طبعا القسم السادس إذن كنتم تفاعلوا مع القناة وديروا لايك فضلا وليس أمرا ثم طبعا اشتركوا مع القناة حتى يصلكم كل جديد نبدأ على بركة الله طبعا تقويم ودعم عدنا طبعا تقوم منهجية عمل مؤرخ على عمليات فكرية أولا التعريف ثم التفسير ثم التركيب وهذا ما درسناه طبعا في الدرس التعريف ثم التفسير ثم التركيب أقلق أطبق منهجية عمل مؤرخ على الحدث موضوع الوثيقة واحد وجوج من خلال تعريف بالحدث وتفسيره من خلال تعريف بالحدث وتفسيره إذن ها الوثيقتين كان أول من بايعه طبعا ندرس أول قبائل أورابا 172 هجرية بايعوه بالإمارة والقيام بأمرهم وصرواتهم وغزوهم وأحكامهم ثم لما أتته قبائل البربر الأمازيغ من أهل المغرب بايعوه ودخلوا في طاعته إذن هذا هو الوثيقة الأولى الوثيقة الثانية بعد بيعته المولى إدريس قويت جموعه وتمكن سلطانه فجيش الجيوش وخرج غازيا يضرب بلاد المغرب طولا وعرضا وعمل على إبلاغ الدعوة الإسلامية نعم إذن سنعتمد على منهجة عمل مؤرخ طبعا للتعريف بالحدث وتفسيره نعم نحن قرأنا الوثيقتين إذن أعتبق منهجة عمل مؤرخ على الحادث موضوع الوثيقة واحدة الجيوش إذن تعريف بالحدث إذن الانطلاق من الوثيقة واحد وجوج لأطرح أسئلة تمكنني من التعرف الحادث إذن سنطرح أسئلة تمكنني من تابل طبعا أول حاجة موضوع الوثيقة أو الوثائق إذن ما هو موضوع الوثيقة واحد وجوج ما هو موضوع الوثيقة واحد وجوج إذن مبايعة إدريس الأول إذن هذه الأسئلة كنترحها طبعا مؤرخ طبعا الإجابة عنها تمكننا طبعا من التعرف الحادث إذن مبايعة إدريس الأول ثم نحدد طبعا نحدد زمن زمن متى وقع هذا الحادث أي المبايع المبايعات إدريس الأول 172 هجرية ثم المكان أين وقع الحادث طبعا في بلد المغرب ما الفكرة التي يدور حولها موضوع الوثيقة واحد وجوج ما هي الفكرة التي يدور حولها طبعا موضوع الوثيقة ها هما إذن كنا مبايعات إدريس الأول طبعا باية قبيل أورابا 172 هجرية طبعا بالإمارة عليهم والقيام بأمرهم وصلواتهم وغزوهم ثم الحادث للتوحيد بلاد ونشر الدعوة إبلاغ الدعوة الإسلامية هذا بالنسبة طبعا للتعريف بالحادث بالنسبة لتفسير الحادث يمكن أن نوجه هذا السؤال لماذا بايعات قبائل أورابا طبعا السلطان إدريس الأول أو ما ظروف قيام دول إدريسية ما ظروف قيام دول إدريسية وهنا سنستعينه طبعا بالخريطة آآ في عهد الدولة آآ في الإدريسية ونستعينه كذلك بشي وثيقة مكتوبة على أسباب وآآ ظروف قيام دول إدريسية طبعا راقلنا في القسم الخامسية لما فر إدريس أول طبعا طبعا فخ طبعا الجاعد طبعا إلى المغرب فتمت مباياته راقلنا إذا اعتماد على الوثيقة طبعا شيء نص صاريخي والاعتماد على الخريطة يعني في عهد الأدارسة السعينه طبعا بالنص ثاني طبعا الوثيقة جلد القيام بتركيب أجل إنتاج خراسة نعود إلى النص ثاني ها هو النص ثاني بعد بيعته المقصود مولى إدريس قوية جمعه وتمكن سلطانه فشيش الجيوش وخرج غازيا يدرب بلاد المغرب طولا وعرضا وعمل على إبلاغ الدعواء الإسلامية إذن بناء على هذه الوثيقة سنقوم طبعا بالسعانة بهذه الوثيقة لتركيب القيام بتركيب أجل إنتاج خراسة بايعت قبائل أورب السلطان إدريس الأول سنة 177 مجرية بالإمارة والقيام بأمرهم وطبعا صرواتهم وغزوهم وأحكامهم وقد امتدت دولة الإدريسية في بلاد المغرب طولا وعرضا وبالتالي تم توحيد المغرب ونشر الدعواء الإسلامية نشر الدعواء الإسلامية نمر إلى النشاط الثاني أو الثاني ثاني نعم عاد نوحة الوثيقات عاش الإنسان العاقل في كهوف وأقواخ في شكل مجتمعات شبه رحل يتنقلون في مجموعات لسيد الطيور والقوارد والزواحف باستعمال السهام ويعتقد أنه في الوقت الذي كان الرجال يقومون بالصيد كانت النساء تتولى تربية الأطفال والقطف كما يعتقد أيضا أن تغذيتهم كانت متوازنة لحوم أسماك فواكه وخضروات وهتموا بتزيين كهوفهم برسوم صخرية نعم مثلا السخلص من النص المعطية الآتية حول الإنسان العاقل نعم هنا السكن رحلنا في النص هي الكهوف والأقواخ ثم عادنا هنا الغذاء هي هنا لحوم أسماك خضروات فواكه نمط العيش يعني يتنقلون كانوا شبه رحل يتنقلون المجموعات لسيد الطيور والقوارد إذن التنقل في شكل مجموعات لسيد الطيور والقوارد والزهوح تقسيم طبعا الععمال الرجال هنا سلمحة على الرجال يقومون بصيد الصيد النساء تتولى تنفيذ أطفال والقطف سنرى الإجابة هنا ما هي السكن كهوف أقواخ الغذاء لحوم أسماك فواكه فواكه خضروات نمط التنقل في مجموعة لسيد الطيور طبعا تقسيم العمل الرجال يقومون بالصيد والنساء تتولى تربية الأطفال والقطف عندنا النشاط الثاني هذه خريطة طبعا هنا المفتاح بقايا عظمية مغارة أدوات حجرية رسم ونقوضات ونقوض صخرية طبعا للمغرب هذا الشيء عندنا هنا المدن السؤال المطلوب أنقروا الخريطة أيضا تربية باستعمال إما الورق الشفف في الأنصخ طبعا أو المربعات ثم أوطن عليها المعطيات الواردة في المفتاح وأصغلها عنوان مناسب إذن أوطنها البقايا العظمية المغارات أدوات حجرية ثم رسوم ونقوص خريعة مواقع بقايا إنسان ما قبل التاريخ العنوان مواقع بقايا إنسان ما قبل التاريخ وهالبقايا العظمية في كهان طبعا نفطن جاوج داب طبعا داربي دا جيت أس في جبل إغودا والصويران ثم هنا في ورزز هنا هذا النقوش والجنوب هنا النقوش إذن رسوم ونقوش والعنوان هو هذا مواقع بقايا إنسان ما قبل التاريخ هذا شي هتوطنه هتوطنه على الخريطة طبعا السؤال طبعا الموالي أتمنى أن تكون قد سفر